نشأة القوات البحرية السعودية تعود إلى فترة الخمسينيات حيث بدأت بابتعاث الضباط والأفراد لتدريبهم وتأهيلهم وقد دفع هذا المشروع القوات البحرية خطوات إلى الأمام منذ السبعينيات القطع البحرية معظمها من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وتم تطويرها وتعديلها بأيد وكفاءات سعودية منها ثلاث فرقات من طراز الرياض وهي النسخة المعدلة من لفايات الفرنسية وهي مزودة بمهبط طائرات مروحية متوسطة الحجم إضافة لأربع فرقات من طراز المدينة وأربعة زوارق من طراز البدر ذي صناعة الأمريكية وتسعة زوارق دورية مسلحة من طراز الصديق وسبعة عشر زورق دورية من نوع هالتر مارين وثلاثة زوارق طربيض ألمانية من نوع جاكور وسبع كاسحات ألغام إضافة لسفن الإمداد والإنزال متعددة الأغراض وثلاث قاطرات بحرية للبحث والإنقاذ أما طيران البحرية فيتكون من أربع وأربعين طائرة من طراز يوروكوبتر الفرنسية التي تساند السفن في تنفيذ المهام البحرية كما أن طائرات من هذا الطراز تشارك في عمليات البحث والإنقاذ الأساطيل البحرية السعودية تتواجد في منافذ المملكة البحرية الأسطول الشرقي في قاعدة الملك عبد العزيز البحرية في الجبيل والأسطول الغربي في قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة وأصبحت القاعدتان مقرا للعاملين في القوات البحرية ما يجعلها مدن عسكرية كاملة تخدم القوات البحرية فجعلتها من الأكبر والأحدث على مستوى المنطقة